المذاكرة لوحدها مش كفاية يعني لو مسكت الملزمة وذاكرتها وحفظتها مش كفاية لان الكيميا مادة فهم عالي والفيزياء والرياضة والاحياء لازم تفهمها انا ممكن احفظ حاجة عن طريق ان انا فهمها انا مش ضد الحفظ انا ضد انك انت تحفظ بس انت لازم تفهم بعد ما تفهم اكيد في حاجات اساسيات لازم تبقى متخزنة هنا عشان اقدر اتعامل بالاساسيات دي مع المادة العلمية فلو سمحت لازم تخلي بالك من ان المذاكرة لوحدها مش كفاية طب ايه كفاية؟ هقولك الشعب زاكر كتير مفيش مجموه هل كتير في مجموه لان الامتحان قايم على الافكار يا ابو الفكاكير والافكار مش بيمتحنك في معلومه ده بيربط المعلومات ببعضها وحنا في الكيميا بقى ملوك التربيت فحضرتك مذاكرة المعلومات متفرطة ومش مركز في مناطق الارتباط نصحت ليك وفي الكيميا بالذات والمواد العلمية طبعا بصفة عامة خلي بالك من مناطق الارتباط ا Vega